اشتركوا في القناة 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 اسوح السـبب بالنسبة اشتركوا في القناة ا mijn من بعد تشحر سنضيف عليها الكفتة ونجعلهم حتى يطيبهم مزيان ونطلقا وفتحذير الخطوة الموالية ثم نضيف القلب سوف نضيف القلب اخترت شكل داعي يمكنكم اختار شكل بريتو مربع مستطيل على الحسب سوف ندخل الفرن بالزبدة وكذلك القلب لكي لا يسقط في خبز الشوارمة في الجواني وفي القاع كذلك انا هنا لقيت متوفر عندي غير خبز الشوارمة من الحجم الكبير يعني قسمتها لستة قطع تقريبا كل قطع اعطتني ماء خبز الشوارمة بحجم اصغر يعني تقسمه لربعة القطع او لحسب كل قطعة يستحسن انه يكون فيها خمس سنتيم يعني سوف يأتي شكل داعها احسن من لكان كبر او لصغر سوف نأخذ القطع الخبز الشوارمة نوضع طبقة الاولى من مايونيز سوف نعود بكم انها طبقة من سلسل طماطم كنتيجة محضرها ووضع فيها طماطم المعلبة وكذلك تتبيلة ووضع القليل من الكفتة وفريت وكل لوحة بهذا الشكل كيف تشوفوا استعملتهم بهذا الحجم كنتيجة تتبيلة تتبيلة وشكل جديد وشكل جديد يجيجة طبقة من مايونيز طبقة من سلسل طماطم طبقة من الكفتة وطبقة من البطاطيس المقلية وقسمتهم بهذا الشكل وقسمتهم على جوج كنتيجة تتبيلة سوف نكمل باقي القطع تقدروا كذلك تعوض الكفتة بالبلادين يعني قطع الدرج أو البطن يعني متوفر عندكم يعني الطريقة ديالها تقريبا في حل الطاكوس طريقة تحضير طاكوس يعني تضيف هذا بنادم كيف يغينوها في الأكلات لما لا نحضره هذه الأكلة كذلك رائعة من بعد ما كملت باقي القطع سوف نوضع فوق من كل قطعة سلصة طماطم بهذا الشكل كيف تشوفو والقالب سوف يكون جميلية هذه القطعة يكون مزيرة اليوم باش ما من بعد من نحل ما يتحوش ومن بعد غادي نضيف فوق منها الجوبن وغادي ندخلها الفران يعني نحس بها يعني تقريبا طابت وغادي نخرجها من الفرن باش غادي نزول لها القالب ونعود نرجعها للفرن باش تتحمر من الجوانب انا غادي نوريكم ونقوم باش تتحمل ونقوم باش تتحمل اعجاب ونقوم باش تتحمل 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 ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر